أستاذة بسمي أهل وسهلا فيكي معنا بفوشيا نورت الإمارات كلها وألف مبروك على الفيلم كنت حابة أسل كنت من المتخوفين أو المتحمسين للجزء الثاني للفيلم أهلا بيكي وأهلا بالناس اللي بيتفرجوا علينا كلهم من خلال فوشيا وسعيدة طبعا بوجودي النهاردة في الإمارات أنا كنت من المتخوفين ولا من المتحمسين في البداية خالص أول ما سمعت عن الفكرة كنت متخوفة لأني ما كنتش عارفة الأستاذة زينة بعزيز مؤلفة الفيلم هتطور إزاي الشخصيات دي اللي حبناها كلنا من 18 سنة وهل هيبقى لنا كلنا خطوط خاصة بينا قيمة بذاتها ولا لا لكن أول ما سمعت التريتمينت الحقيقة من قبل ما أسمع التريتمينت كان عندي حماسة لفكرة العمل مرة تانية مع المجموعة دي وهقولك على سر يمكن شوي بغض النظر عن الدور يعني لو كنت حكمت عقلي بس يمكن كنت حسبتها بطريقة مختلفة لكن في جزء ايموشنل جزء عاطفي جوايا حبا في الشخصية من 18 سنة وحبا في مجموعة العمل حمسوني للعمل شو بخصوص تشابك الأحداث يعني ما كنتش خايفين أنه لما بتشوفوا الفيلم هو جاهز خالص في صلاة العرض أنه ما بيكون تشهابك خاصة بعد 18 سنة لا الحقيقة أنه الشخصيات اتطورت بشكل حقيقي جدا بخبرات سيئة وخبرات جيدة وصلتهم كلهم للنقط اللي ابتدوا منها الفيلم التاني أولاد حريم كريم فلا التخوف ده ما كانش موجود بالنسبة لتقييمك للجزء التاني هل فعلا هو نجح أكتر من الجزء الأولاني؟ هو مختلف الجزء الأولاني كان ببساطة فيلم كوميديا رومانسية الجزء التاني كوميديا رومانسية أو لايت رومانتك كوميدي لكن مع محاولة طرح أو تسليط الضوء على بعض جوانب حياة الناس دي كمان ومن خلال تسليط الضوء ده نقدر نفكر كل واحد يقدر يشوف مين أقرب له مين حياته شبهه شكرا للمشاهدة